السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه ان شاء الله نواصل حديثنا في الموليكولر تكنيكس وللامانة يعني الموضوع الموليكولر تكنيكس يحتاج الى فيستو فيستوكين. ولكن حتى متى الظروف علينا انه نكون في هناك حديث من خلال الـ distance learning program. اه تحدثنا طبعا خلال محاضرات سابقة. اه حديث على طبيعة الاكستراكشن. دي امي اكستراكشن. وتحدثنا على موضوع اداة البد الارانيه. وتحدثنا على موضوع الايفاليواشن الكواليتي بتاعت الدي امي. من ناحية الكواليتي اند كوانتيتي. والدريك تحدثنا على الريستريكشن انزايم. ان مور ديتيل. وانتقلنا في اخر محاضرة كانت عن البي سي ار. اه بمعنى بوليميريز تشين ري اكشن. وهناك طبعا اه توقفنا في الحديد. وذكرنا طبيعة الهيستري في التعامل مع البي سي ار. وكانت البداية كيف صعبة. لانه فكرة البي سي ار هي فكرة اه عملية امبليفكيشن. لدي انا ايه? وهذا طبعا بيحتاج الى وجود دي ايه اللي احنا عايزين نعمل له امبليفكيشن. في سيرتين كونديشن. من باب انه احنا عايزين نعمل له ديناتشيريشن. وكذلك احنا نعمل والخطوة التالتة اللي هي عبارة عن عملية. اوكي. فالهدف كان من. احنا عايزين. اكشن. احنا النامبر اف دا اوار اوار تيمبليت. اللي هو التارجت. دات وي بوت انساين. اه. طبعا من ناحية ساينز. بدل اه متو دولوجي في موضوع الموليكولر تكنيكس تتطور عمليك الديسكافوري للدييني بوليمريز. ولا لايجيز انزايم. وكذلك طبعا كان هناك اكتشاف لانزيمات اخرى زي موضوع التاج اه بوليمريز. اوكي. وهذا التاج بوليمريز طبعا احنا تحدثنا بانه تم اكتشافه في بكتيريا اسمها تيرمس اكواتيكاس وعهذا الاساس سموه تاج. وهذه البكتيريا بتيش فيه اللي هو جو اه من الحرارة اه عالية. فهذا اعطى اه شعر بانه في مجال انه احنا نعمل عملية الاكسبونينشل انكريز في النمبر اوف دا اه بيس اوف دي ان اي من خلال التعامل مع انزايمز بهذا الشكل. والحديد كان بانه هذا الانزايم طبعا اه لم نكمل الحديد عنه بمعنى انه هذا الانزايم انه هذا الانزايم له طبعا الان هو يعني انت الان لما تيجي تطلب الانزايم اللي هو عالة متعارف عليه التاج اه بوليمريز انزايم. اللي مصدره اللي هو تيرمس اكواتيكس. وطبعا الان ممكن تطلب هذا الانزايم ودلك ممكن اذا انت معني اتحضر هذا في داخل اللاب. والقضية طبعا مش قضية معقدة بشكل او باخر. عملية ممكن تحصل عادي جدا. ومن ضمن الاشياء الصحيح اللي اشتغلت عليه في موضوع تحضير وكأنه احنا عارفنا قطعة المسؤولة عن النزيم لانه بروتين بندخلها في وهذا بسمه زي ما نتحدث عنهم اوكي وبيصير هناك عملية لهذا الجين ويعطيني ترانزليشن 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 او بالفكتور اسمه بعد هيك بيعطيني هذا الانزيم وبنعمل له عملية وبيحصل هذا الكلام طبيعي الان في الشركات النقطة هنا في هذا الموضوع ازا تحدث على الانزيم ماليش الحديد اه اه مش يعني مكتوب يعني ولكن كفكرة انه الانزيم طبعا شغل او عملية على تقريبا سبعين او خمسة سبعين درجة ما او تمام اللي هو بيعمل عملية ايش او اللي حد يحصل وطبعا تقديرا ما بين كيلو واثنين كيلو تمام بيستطيع يصنع هذا يعني يعمل عملية بناء اللي هو بيعمل عملية على على الموجودة عينها بشكل او باخر وكذلك طبعا العايزين نعرفوا اه انه هذا الانزيم كمان له هاف لايف يعني بنفعش اروح اشتغل في بي سي ار ري اكشن واشتغل مسلا اعمل خمسين سايكل او اعمل ميت سايكل اللي فترة مسلا تتجاوز ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات نوم مش مرضق ليش لانه الانزيم طبعا له هاف لايف اوكي والهاف لايف طبعا هادي متعارف عليه بشكل عام تقريبا من واحد وستة تمام اللي هي الهاف لايف لهذا الانزيم عند خمسة وتسعين درجة مقوية وكأنه احنا بنقول خمسة وتسعين درجة مقوية هي من ضمن درجات المقوية اللي هنستخدمها في عملية فلازم نراحي هاد الموضوع بهذا الجنوب على الرغم كمان يعني من باب الملاحظة انه ممكن يحصل لان بعض احيان نستخدم انزيمات تمام اكتر تحمل لدرجة حرارة اه وطبعا في هناك اقامت لانه انت ممكن في بعض انواع اه الدي ان اي تمام اللي احنا عايزين نعمل منه زيادة في العدد بكون عنده كمية جي سي الات وطبعا كمية جي سي الات بعض احيان تحتاج لدرجة حرارة مور دان ماينتي فايب تمام وبردو في هناك انزيمز انت ممكن تطلبهم لو انت شعرت انه عندك هادي من الجي سي في داخل هادي الماتيريال اللي هي الماتيريال اللي انت عايز تعملها وفي هناك طبعا امتل لها دي الانزيمز كما يقال انه في عنا انزيم اه متحمل درجة حرارة مية تمام اسمه وكذلك ممكن يحصل عندنا وجود برضو انزيمات اخريات ممكن وطبعا اضع له بشكل او باخر اللي عايز اوضح هنا بالنسبة لموضوع التايب بوليميريز انزيم برضو الو سيرتين كاراكتر حد نتحدث عنها عندما نتحدث على بتاعت مين بتاعت اللي هو اه ال بي سي ار ري اكشن ميكشن ولكن عايز اتطرق برضو من باب المعلومة هنا في هذا الموضوع انه احنا بامكاننا نعرف اه كم المدخل من بداية الري اكشن يعني تصور انت جمت عملت بي سي ار طبعا احنا كمية الدي ان اي از اتمبلت بنسميه تيمبلت في داخل البي سي ار ري اكشن كل ما كانت اقل كل ما كانت افضل لانه في الاخر انا هعمل تمام ولكن بغض النظر قديش طبيعة انت ممكن من خلال معادلة معينة تمام تعرف قديش عندك كوبي نمبر من من اه اللي انت بديت فيه وهذا الكلام طبعا اه هو اه ممكن احنا نتعرف عليه من خلال اه اكويجن معين بس المجال لا يتسع الان تمام من خلال هادي المجال يعني مثلا مثلا لو انا بديت بواحد مايكروغرام وان كان من دي انا تمام بديت بواحد مايكروغرام من الدي انا وعايز تعمله بي سي ار قطعة دي انا تمام اخدت انت عندك طبعا او اخدت الجنوم بتاعك واحد مايكروغرام بعد ما عملت الاكستراكشن ومية المية فبقولي تقديرا تمام هاد الواحد مايكروغرام اوف دا دي انا اي ممكن تكون فيه او مش ممكن من خلال اعمالية حسابية طبعا تقريبا تلاتة في عشرة قوة خمسة كوبي يعني تلتمية الف كوبي يعني التارجت تاعك موجود تقريبا تلتمية الف كوبي منه انت عايز تعمله وهذا طبعا بحاول يوضح لي انه مدام انت عايز تعمل بي سي ار نو نيد يكون عندك تلتمية الف كوبي من التارجت تاعك لو كان عندي خمسة عشرة ميت كوبي الف كوبي يا سيدي نو بروبليم وضحات يعني القضية مش قضيت ان اقدش احط في البي سي ار ري اكشن هذا من دا بالعلم وكذلك ممكن يعطيني معادلة اخرى من خلال برضو خياسات معينة انه هذا اللي انت بديت فيه كتمبليت تلاتة في عشرة قوة خمسة كوبي زي ما ذكرت الان من خلال واحد مايكرو جرام من التارجت تاعو لو انت عملته مسلا خمسة وعشرين سايكل ها وكأنه انت الان بتقول لي انه البي سي ار هو عبارة عن سايكل نمبر وكل سايكل تمام زي ما تحدثنا في المحاضرة السابقة كل سايكل فيها عبارة عن ديفرنت رينج اوف تيمبريتشار لازم اتعدي عليها هادي التمبليت اللي هي تيمبريتشار للديناتشيريشن تيمبريتشار للاننيلينج وتيمبريتشار طبعا اننيلينج اللي هو عبارة ارتباط البرايمر تعتك على التيمبليت التيمبريتشار تعت الاكستنشن اللي هيشتغل عليها مين اللي هو الانزايم تاك بولي مريز اوكي وبيحصل عندي طبعا وجود نمبر اوف سايكل كل صار عنا خمسة وعشرين ازا هاد التيمبليت اللي انت هتخدته بهذا النمبر اوف كوبي بهذا النمبر اوف سايكلز ممكن يحصل عندنا لو انت عملتك وتقريبا بيطلع عندنا اتنين في عشر قوة تلاتة عشر موليكيول من التارجيتها انت بديت بقى كم بديت تلاتمائة الف وانتهيت تقريبا باتنين في عشر قوة تلاتة عشر كوبي موجود عنده او من الموليكيول هادو وكذلك ممكنك تعرف الويت بتاع هادو الموضوع هادو امور بيمكن نعرف هادو ليش كلام حد يتحدد فيه من باب اعطيك اشعار انو احنا لما نبدأ بكمية اقل في موضوع الدي ان اي امبليفكيشن عمستوى البي سي ار ري اكشن هادا جانب ازن اه هاد النقطة بخلينا ايجي ننتقل لنقطة ممكن تحددنا عنها انو البي سي ار كبي سي ار از اتكنيك داو از اقومون تكنيك بيستفيد منه طبعا اوكي بيستفيد منه في خلال الدي ان اي كلوني طبعا من خلاله ممكن نعمل للقطعة هادي من خلاله ممكن نعمل للقطعة هادي لانو انت صار عندك او عندك يعني لقطعة انت اللي بدك اياه ممكن نستخدم اي ايه في الفايلوجيني فايلوجيني اوكي انو احنا عايزين نعمل دراسة لطبيعة الجينات الموجودة بشكل او باخر تمام اا ممكن ندرس نعمل اعمل ايه للجينس مستقبل ممكن نطلع على معين ايه طبيعة المرض من خلال البي سي ار ممكن نتحاول نعمل من خلال نشوف ايه شي دا كان عندنا لموضوع نشوف اللي هي عبارة عن اا طبيعة اللي ذكرنا عنهم آآ ساتلايت والميني ساتلايت نقدر نحدد ونقول لاختلاف ما بين شخص واخر هذا الكلام ممكن احنا نعرفه تمام از والاز ممكن نعمل او ممكن نقدر نعمل آآ كلاسيفيكيشن لسيارتين مسلا اذا هادي عبارة عن اشياء احنا ممكن نتحدث عنها في موضوع البي سي ار ماشيين ان شاء الله هتشوفوه من خلال آآ اللابس آآ الموضوع حونا في البي سي ار طبعا اذا ما احنا عارفين بنحتاج الى عدة شغلات بنحتاج الى التيمبليت وكأنه انت بتقول لي الري اكشن لازم يكون عندي انا تيمبليت دي انا تيمبليت لازم يكون عندي التيمبليت المقصود فيه الدي ان اي اذا توية الانترس ادلد وندي ان اي احنا عارفينه طبعا انه اوكي هذا الدي انا متعارف عليه نضيف ومي المية مفيش شي عند بيوريتيز ان اتس اوكي واخنا عارفين الكوانتتي. تمام تحتاج بعد هيك يكون في عندي انا مثلا برايمر اوكي بحتاج ان يكون عندي تاج بوليمريز انزايم تمام وبحتاج يكون في عندي دي انتي بي او دي انتي بي دي انتي بي اللي هو دي سي تي بي دي اي تي بي دي جي تي بي واللي هو دي تي تي بي اوكي وكذلك هكون عندي بفر تمام وكذلك يكون عندي ضيفيلاند كاتايون زي مجنيسهم كاتايون ويكون عندنا بسيرتين طبعا كونسنتريشن بشكل او باخر وطبيعة البفر البفر طبعا هنا فيه عندنا على البفر لكن هو البفر وعبارة عن بنا نوفرها عشان يحصل عندي الرياكشن زي ما احنا عارفين اللي بصير عندي انا هنا هذا الكلام نتجاوزه طبعا طلع علي الPCR براكتكال بتاعته خليني نطلع على الرياكشن الموجود عندي طبعا دائما عندما تشتري الانزايم بكون عندي البانفلت بكون موضح لك انه هذا الانزايم موجود وموجود في درجة حرارة معينة واش الرياجنت الموجودة معه واش البفر الموجود معه كيف يشتغل الرياكشن وبيوضح لك كمان طبيعة الكونسنتريشن الموجود عندك النقطة اللي عايز احكيها زي ما اتحددت في موضوع الرياكشن انزايم اوكي انه انا ممكن اشتغل عينة وبمكان اشتغل مية عينة وموضوع العمل على المية عينة زي ما ذكرنا في الرياكشن انزايم نفس الفكرة اني انا ممكن اعمل ممكن اعمل ايش اوكي طبعا انه انا بدي كون فيه عندي التيمبليت اوكي عند التيمبليت الدي ان اي دات ايم انتريستد ان طبام وبعد هيك بكون عندي البفر تمام وبكون عندي الدي ان تي بي ممكن يكونوا مع بعض كلهم في فيايل واحد او كل واحد الو فيايل لكن الافضل يكونوا مع بعض في فيايل ونقدر نوخل بسيرتن مولاريتي وقدش طبعا انت لازم تكون عامل بحسابك التركيز بتاعت تركيز بتاعت تمام بد يكون متعارف عليك بشكل او باخر ومنفعل احنا نحطها بهزر بشكل عام اللغة اللي ايز اتحدد عنها كمان في هذا الجانب انه بالنسبة ل وليكن اخر شيء فالافضل دائما عندك تتشتغل انت في عدة عينات انك تطلع اللي هو وتحطه عندنا بيتالج او تحط هادي وتبت تعبل ايش اذا كنت معني تشتغل بعدة عينات طبعا هنا في هذا اه التابل اللي تحت عينا اوكي بقول لي انا عندي الموجود عندي هنا يعني بقول لك اذا كان عندك طبعا انا دائما بكون عندي عايز يكون عندي تنين برايمر في عندي وعندي ايش وعندي انا ريفيرس برايمر اوكي يعني تصور انك انت معني الان مدام ذكرت لك انه انا عندي البي سي ار والانزايم بايمكنه يشتغل ويبنيه لتقريبا كل دقيقة اه بين الف او الفين نيوكليوتايد اوكي معناته انا في الحالي هادي بدي استخدم طبعا البرايمرز البرايمرز هادي بدي تكون على ايش متعارف عليها فيه لها ديزاين وطبعا فيه هناك بروغرام لقطعة يعني اذا انت معني ببيتا بروتين او جين فعندك برايمر هاكون وكذلك عندك برايمر هاكون عنا ايش وكذلك عندك بأنواحهم كذلك في عنا في هذا الموضوع في عنا موجود اوكي عنا برضو موجود مطلوب للانزايم وكذلك عندي انا ايش التاج بوليمريز اذا التاج بوليمريز هو عبارة عن يونت وكذلك بيعطيني في الفايل بتاعته اكم يونت عندي بيرم فاحنا القضية مش قضية كترة ام اه قديش يونت قديش لا عنا ممكن يكون بكون عندي اتنين ونص يونت بشكل او باخر نبدأ بكوبي عشر قوة اتنين يعني مية كوبي اتسو كي واتس انف لو بدينا يعانته بمكان نبدأ ابنانو جرام في هذا الموضوع بيجي بتحدثلي بحكيلي انه انت البرايمرز اللي انت حتستخدمهم اوكي البرايمرز اللي حتستخدمهم اللي هم لازم انت تكون عارفهم فبقولي انت جنرال البرايمر اه طبيعة البرايمر كبرايمر اوكي اه من 18 ل 30 نيوكليوتايد اتوال بي اوكي اللي هو البرايمر فورورد ولبرايمر ريفيس لو كان عندي من 18 ل 30 اتوال بي اوكي نو بروبلم في هذا الموضوع هذا الشغلة الشغلة التانية انه انا بدي كون فيه عندي حاجة اسمها تي ام تي ام اللي هي عبارة عن ميلتينج تيمبيريتشار اوكي ميلتينج تيمبيريتشار بدك تراعي الميلتينج تيمبيريتشار اللي بتعمل عملية فصل اللي هو عن بعض تقريبا بشكل او باخر تمام اه او من هادي الديانية فتي ام التيمبيريتشار اه ايه لها قيمة ايكل اتنين تمام في ايه بلس دي زي ما احنا شايفين بلس فور جي بلس سي اوكي يعني بمعنى انا بروح اشوف التيمبيريت افهمنا التيمبيريت بروح بنشوف البرايمير الفورد انا فيه عندي مسلا اربعة وعشرين بشوف كديش في عندي ايه زائد كديش عندي بقدربهم في اتنين كديش عندي جي وقدش عندي سي بقدربهم في ايه شفى اربعة هالي عبارة عن التي ام اوكي الان برضو البرايمر الاخرى اوكي بدو يكون عندي برضو تقدير انه تقريبا التي ام للبرايمر الاولى والبرايمر التاني تقديرا يكونوا ما فيش فرق ابو تقريبا خمس انيوكلويتارز اه عفوا خمسة التمبرتشار عليهم اوكي يعني نفس الخضية البرايمر الاخرى بدو يكون عندي التي ام نفس الشيء اتنين في ايه بلاس تي بلاس اربعة جي بلاس سي في هذا الموضوع. طيب هذا جانب. جانب تاني اه طبعا هذا الموضوع اه عرفت انا في المقبولة بقول عنا مسلا خمسة وستين او سبعين. بتوقع انا انه لما انا اجي اعمل عملية تكون عندي اقل. يعني احنا مش هنصل لعملية تمام? اذا اقل منها تقريبا نقول بخمسة بسبع درجات او ما شابه ذلك. تمام? اوكي? بتكون هي عبارة عن ايش? اذا دلالة هي ناخد منها لانها دي كلها معايير لازم احنا نحطها كتقدير لابد يكون عندي في البداية لهذا الموضوع. الشغلة التالتة انه لابد ما يكون الشي عندي ما بين يعني او حادي اسمها دايمر لان لبعض احيان انت ممكن تكون تشتغل ومية المية تمام? وتروح تحط لبرايمر ستو قدروا يشبكوا لبرايمر عبعض. من اي ناحية من ناحية لتري برايم. اوكي? وايش اللي يحصل عندي? يعني انا عندي طول هات مسلا من اه ايه? تري برايم. والبرايمر التاني تري برايم. طول الواحدة مسلا بقولي خمسة واعشرين تمام? في هاد الامر. ممكن يحصل لكل واحدة يكونوا لي لديش قال عند تري برايم لكل واحد. لما يجي الانزيم بدو يروح يشتغل وين هيشتغل? حيروح يكمل البناء عبين ما يصل لنهاية البرايمر. ويكون عندي حاجة اسمه برايمر دايمر. ازا هذا نقطة مهمة. البرايمر دايمر اللي هو عبارة عن تشكيلة اه برايمرز بيكونوا موجودين عندنا. وهذا بيعمل استنزاف للميوكليوتايد الموجودة عندي. تمام? انت حطيتهم في بشكل او باخر. ازا ضروري ما يكونش لتري برايم. بتاعت كل برايمر كومبليمنتري للتاني. الشغلة الرابعة او الخامسة انه احنا بديكون عندي بيرفكت ماتش وده تري برايم ايد. تمام? بيرفكت ببعنا. لما احنا نضيف عندي تري برايم. يكون عنا اه اه بتاعت السيكونس هيكون عندي خمسة برايم ماتش. تمام? في كل نيوكليوتايدة من هادي نيوكليوتايد. احنا قلنا في عنا اصلا قطعة الدياني. اللي احنا عايزين اعملها اعتبر افايف برايم تري برايم. تري برايم فايف برايم. كومبليمنتري تويتش ادار. لما بصير تتاكد انه بالفعل انه اللي انت اخدتهم انه عندي تري برايم او كي? هيكون هناك بتاعت تري برايم اند تشبك كويس على المنطقة بتاعت التمبليت بتاعتك. اوكي? هذا جاه. اه شغلات اخرى اكيد في هذا الموضوع انه انت كمان لازم عامل في حسابك ان لما انتش تعمل بي سي ار. شو حنا ما بي سي ار لا يعني قطعة ديانية خمسين. مش منطق ليش? لانه لما انت تيجي تشتغلها هي تقريبا احنا قلنا تمنطعش. وحتمشي لها شوية. تمام? البرايمار دايمر. قول ممكن تعطي تلاتين. او ممكن يعطي عندي تقريبا المنتج عبارة عن اربعين. طب اذا كان عندك التارج التاغير البرايمار دايمر خمسين. وانت عملت رن. لأ على الجل لهذا البرودكت تعتقد انت بتكتستنى. فمعناته هذا ايش هيحصل? انه هستير عندك كونفيوزنج. هل هادي برايمار دايمر? او مثلا هادي عبارة عن البرودكت تاعدة. ايزا معناته اقلشي لازم تكون الطول بتاعت البرودكت. يعني ما يكونش اقل من مية وخمسين متين في هذا الموضوع. والشغلة التانية كمان اللي عايز احكيها انه اه بدناش يكون عندنا في داخل البرايمار. يعني مسلا يروح انا يكون عندي هادي كمي الشغلات بالنرعيها. انه مسلا عندي انا آآ البرايمار خلينا نحكي كالتالي. والله عندي انا في الفايف برايم هادي البرايمار. سي تي جي اي. تمام? سي تي جي اي. وفي نهاية البرايمار عندي تي سي اي جي. ها. اذا البداية من خمسة برايم. سي تي جي اي. امشي 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 في البرايمار. بتصل بعد ايك ايش? الى سي. الى عفوا تي. سي اي جي. تري برايم. اوكي? فبتلاحظ انه التنين. الاربعة هنو يتدل في البداية مع الاربعة اللي في النهاية تلاقي يومكم. المنتر اللي هي تقدر. ممكن يعملوله وحيعمل لي عطل او اشكالية في موضوع البرايمار اللي هو على مين? على بتاعك. اذا بنا الراعي هادي القضية. والشغلة التانية كمان الراعي انه طبيعة الجي والسي اوكي الكونتنت بتاعت الجي والسي ما يزدوش على من اربعين لستين في المية. اوكي? ما يكونش عندي ايش? اكتر من اربعين لستين في المية من التوتل ايش? من التوتل برايمار اه نيوكلويتاي. يعني الجي والسي لو كانوا عندي خمسة وعشرين. لو كان عندنا مسلا اطناعش كان عندي تلاتةاش خمسةاش. لا خمسةاش اه يعني ايه? تلاتةاش خمسةاش عشرة من الجي او السي مجموعة جي والسي تقدر. تسؤول بي اوكي? في هذا الماضي. اوكي? وما يكونش عندي جي سي الاط. تمام? ليش? في نهاية اه عند اه اه بتاعت البرايبر. عساس ما يكونش عندي ارتباط جامد مع مين? مع اللي هو هادي كلها امور لازم انا اخدها في الاعتبار. تمام? بالنسبة ل مين? بالنسبة للجي سي. وهذا الكلام مواضح جي سي عندي انا هنا. مش لازم يزيد من اربعين لستين. وكلام يكونش عندي اكتر من اتنين او تلاتة على في هادا الموضوع. هادا بالنسبة للمين? اه الكراكتر. اه 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 طبعا اه زي ما ذكرت لكم الانزايل. بكون موجود عندي ومعروف اطلع على تفاصيل تاعته. ايش اللي بيفر اللي بيشتغل عليه. وجديش بتاعه. تمام? وايش تعريف اللي هو اليونت بتاعته. اللي هن هو عبارة عن يونت. اوكي? في طبعا بيانا بامفلت موجودة. وبنقدر نشوفهم ونعرف ايش العمر. طبعا هذا الانزايم له مواصفات. وحنا تحدثنا في بداية المحاضرة. انه انا الانزايم له هاف لايف. عشان هيك بدي يكون عندي انا منطق. انه انا مش اروح احط بي سي ار اعمل سبعين تمانين اه سايكل. او مش منطق. لانه بدراعي طبيعته ايش? الانزايم هاف لايف بتاعته. اوكي? طبعا هناك قضايا عبارة عن عملية نسبية. اربع نو مور دان فور اور كتيرة ممكن تلات ساعات برضو. ممكن تكون اكتيرة شوية. لم اذا نبعتبد عن طبيعة البيسار ممكن صار عملية موديفكيشن افضر. لاننزايم اكتيفدي صار التسوكيي. اه الالونجيشن ريت. الانجيشن ريت. وحنا ذكرنا الانجيشن ريت. الوضيفة الانجيشن هو عبارة عن عملية الانجيشن لانه احنا الان تصور. احنا عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن تقريبا ممكن يحط عندي الف تقريبا طبعا اربعين الف شوية مش صح كتير اربعين عفوا الف تمام ممكن يصل لعشرة كيلو في ممكن لكن نازم بدي ارضو اعرف بتاعت الانزيم يعني تمام بدي يكون عندي قديش اكلا نيوكليوطايت the enzyme can insert in the sequence that we are interested in لبروسيوتي طبعا هذي عبارة عن ايش بروسيوتي هي يعني عبارة عن توصيش بقولي تقريبا قديش ممكن عنا هنا واضحة اكتر the degree of processivity refer to the average number of the nucleotides added each time يعني كل وقت قديش بقدر يحط يعني الان اجل انزيم شبك عنا في هذا اكم نيوكليوطايت can be added in certain time هذا بسموها بروسيوتي ليس الا عبارة عن تعريف الفيدليتي لو عبارة عن عملية الاتقان وكأنه زي ما ذكرنا موضوعه وكأنك انت الان تشتغل في التطريز بتعمل اضافة 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 فاكيد في عندك نوع من المستيك تمام اوكي ان جنرال طبعا هذي قضية تقديرية ممكن تكون واحدة لكل عشر قوة اربعة يعني ممكن يصير عنا نيوكليوطايتر فيها خطأ يتنضاف لكل عشر قوة اربعة بشكل او باخر تمام وهذا بيتبت برضه من طبيعة الكواليتي بتاعة الانزيم التاج بوليمريز وكيف صار له بيورفيكيشن وكيف صار له موديفيكيشن في التصنيع هذا الشغلة هذا بالنسبة لموضوع الفيدليتي تمام اوكي اذا الفيدليتي قلنا لعبارة عن امبليكون ultimate have an a posterior destination تمام اللي هو المقصود فيه قديش انه في عندك ارور اا ممكن يدخلها يعني ارور نيوكليوطايتر يدخلها عندي انا التاج بوليمريز في هذا الرياكشن كمان في عندنا الانزيم اللي هو ميزة انه ممكن يعمل ممكن ندخل اشي بالخطأ فممكن يعمل من خمسة لثلاثة بعمل اكسو نيوكليز اكتيفتي او ثلاثة لخمسة اكسو نيوكليز اكتيفتي وفضل كلام كله بيحصل في طبيعة الموديفيكيشن اللي صارت عندي لهذا الانزيم اوكي وهذا طبعا مدام في عندنا كوريكشن اذا معناته في عندنا بروف ريدين كويس بروف ريدين كويس ايت ايه تاج مان هذا عبارة عن اعضاء الانزيم اخر في الريال تايم بي سي عاد اوكي طيب اي اوفر هانج نوز يلش يعني بيقول ليه هنا انه في عندنا دائما في نهاية الانتاج الان احنا بنينه السيكونس اللي بدنا هي التمبليت عملنا المبليفكيشن فيه انا addition of a.. على تري برعيم اند فيه انا ايش? addition of a ويمكن هذه ذكرتها انا مرة قلت له انا بدي أعمل cut لقطعة d and a اي واشبكها تمام؟ إذا ذكرين وهاي قطعة ال pcr وبيدي احطها في victor بدي اروح اضيف d على الكتور عندما اكطع ليش؟ لأنه أنا بعرف أنه قطة البي سيار اللي أنا بدي أدخلها في الفيكتور في عندها إيش؟ في عندها إيه؟ فلازم أدير بالي في هذا الموضوع هنا الصورة بتوضح لي أنه طبعا الآن الأيزة كلها الغطى بتاعهم الجهاز في البي سيار هو عبارة عن هيتلر فعشان إيكا لحاله ما بصيرش عندي إيش؟ أو كوندنسيشن للفيبر لأنه نتعرف ندخل إحنا على خمسة تسعين فمعناته في عنا ممكن يحصل شوية فيبوريشن على السيرفس لكنه ما ذا مهيت إذا ما بصيرش عندي كوندنسيشن للفيبر لهذا لأنه لو صار في عندي كوندنسيشن معناته الرياكشن مكشار يعتبر هذا هو الرياكشن مكشار تمام؟ لو قول عندي خمسين مايكرو تمام؟ التوتل وليوم أو مية مايكرو مع الوقت ممكن ينقصوا وهذا أمر مش صح فزمان كانوا الأجزة ما كانش فيها هيتلر فكانوا إيش يروح يحطوا؟ يحطوا عنا اويل تمام؟ عنا إيش؟ يحطوا اويل على الرياكشن بحيط أنه مايصيرش إفابوريشن تمام؟ لكن الآن الاويل نونيد لا نورريدي في عنا هوتلر بتاعت اللي هو موجودة عندي على جهاز البي سي آر موجودة عنا البغطيلي العينات طيب نيجي لو طلعنا على الصورة هنا بشكل مختصر طبعا أنت في وقت بدي يجي الوضاع كالتالي أنه أنا في عندي برايمرز بدي يكون عندي أنا برايمرز والبرايمرز هذي هتبدأ من خلال هيصير عملية البناء من هذا الستراكشر بحاول أوضح لك أنه لو أنت يعني تخيلت إن شاء الله بصير نتقابل البي سي آر لما أنت تعمل ديناتشريشن للعينة الآن تو ستران طبعا أن ما تحط ليجي البرايمرز يصير يعملو أنيلينج تمام عند مثلا تمبرتشار معين وبيبدأ بعد هيك يصير عندي الانزاين بيبدأ يبني يبني في الأول سايكل والسايكل التاني يعني لأنه بعض أحيان بيحصل إنه أنت عندك الديان إيه اللي أنت قطعته أو الدياني ممكن يكون عندك الجنون بتاعك وإنت بدك البيتا جلوبين والبيتا جلوبين تدين كيلو فحيش بك اللي هو البرايمر عند الحفة بتاعت مين اللي هو البيتا جلوبين جين مثلا على سبيميتان أوكي في أول سايكل حيضا له ماشي لأنه ما فيش نهايات إلو لكن بعد تنتين ثلاثة سايكل تحس إنه صار في عندنا لميتيشن للتارجت تاعنا إنه أنا بدي هذا التارجت زي ما تشايفين وبدأ بعديك السايكل يعطيك التارجت 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 إلى أن يحصل عنده إكسبوينيشال جروت لهذا النمبر بشكل أو بآخر أوكي طبعا الفيجر بوضح لي بقول لي أنا في عندي دينانشيريشن زي ما ذكرنا عندي النيلنغ خمس ستين ممكن يقول أقال خمس وخمسين ممكن يصل عندي إلونغيشن اتنين وسبعين طبعا وبكون محدد التايمين دينانشيريشن إذا أوكين تلاتين مينت تلاتين ساكن أوكين هنا ممكن يكون نص تلاتين ساكن برضو أوكي هنا وان مينت برضو إبس أوكي مش خضية كبيرة في هذا الموضوع وبقول لي طبيعة النمبر أو بشينج في السايكل قلنا ما زيدش عن أربعين بشكل أو بآخر طبعا في بعض أحيان بيقول لك اعمل تعمل دينانشيريشن لمدة عشر دقائق لكن لا مشكلة في هذه القضية ممكن لو بديت مباشرة تمام في بعض أحيان بيجي بيقول لك في عندنا هوت ستارت هوت ستارت انه انت ممكن مباشرة تبدأ من حرارة عالية يعني تحط اللي هو لتيوب ستارت هك تمام في الحرارة عالية على طول أوكي مباشرة تعمل دينانشيريشن أوكي يعني يكون عندك وهذا الكلام بيصير عندنا بعض أحيان انه بكون في عندنا الشركة انت طالب منها طالب انزيمز هاد الانزيم الانزيمز عليها بلوك للاكتف سايت تاعته من خلال انتي بادي فانت عساس انك تضمن الانواء انت بسلا في اه الرياكشن قاعدة بتحط عندك تمبليت بتحط عندك البي سي اه البرايمار والدي انتي بي والبفر ممكن بعض احيان يحصل عندي يعني على درجة حرارة معينة تمام لكن هذا الكلام عشان يقولنا الافضل يكون الشغل فيه يكون عندي اللي هو التلج موجود بحيث انه يكون على عالية يمنع اللي هو بسموه الانوانتد اه اه او تمام اه هذا جانب اه مهم جانب التاني باضحين فيه منهم ببديو يطلب مسلا اه بسعر اغلى بكون عنده اه اه اكتف سايد بتاعت هذا الانزايم صار لها بلوك من خلال انتي بادي فبسمو الرياكشن في الحلقة دي هوت ستارت يعني ما بصيرش الا عندما نضع الانزايم اه الرياكشن في درجة حرارة عند الخمسة وتسعين بيبدأ اه اه اتفع وفيه مجال يصير عندي تمام اه يجزي يعني بعدها كي بصير الانزايم يشتغل اوكي فممكن او بمعنى اخر انك انت على طول تنجل اللي هو التيوبز اللي فيها كل الكمبوننتس وعلى طول تدخلها على البي سي ار ماشين هو هوت عند خمسة وتسعين بيحصل دي ناتشاريش نستيب احنا قلنا اللي عند خمسة وتسعين ممكن تخد لها تلاتين سكن هادا الكلام واضح بديش قدرنا اعيد اوكي النيلين قلنا خمسة وخمسين ستين خمسة وخمسين اه ستين خمسة وخمسين اوكي ممكن يكون عندي على برضو نفس القضية زي ما ذكرنا عشان يصير في بايندينج للنيلينج بتاعت البرايمر على التيمبلي اه التاج بولي مريز تمام تمام واضح شغله وين شغله في ال عند اللي هو تقريبا خمسة وسبعين سبعين اتسوكي تمام وان مينت اتسوكي بشكل او باخر تمام هادا بالنسبة لا الدي ان اي اه عفوا التاج بولي مريز في هادا الموضوع اكستينشن اه بعض احيان بيعمل يعني ايش بيعمل يعني بتخلي بعد ما ينتهوا السايكلز كلهم بتخلي البوبة على درجة حرارة سبعين وتزود مسلا عشر دقايق تمام تخلد الجهاز على سبع عشر دقايق واللي مد عشر دقايق على سبعين حسست ضمن انه صار عندي التارجت تاعت هدا بمكن يحصل عندنا لكن بشكل او باخر ممكن لو ما صارتش في هادا الموضوع اوكي? وهيك بصير عندي بعض احيان انا بدي اشتغل وبيدي اعمل الرن والوقت متأخر في النهار في المغرب مسلا او ما شبه دلك ممكن تحط كمان اربع درجات معوية حسست ضمن انه الرياكشن ضايل وكأنه مخزن في تلاجة في داخل اللي هو التير بعد السايكل بيحصل هدا الكلام. اه عندنا الوقتة تانية الكنترول اه مش غلط انا لو عملت الكنترول ولا الكنترول يعني يكون عندي مسلا موجود عندي اللي هو انه انه اتأكد انه تمام يعني انا في عندي وعندي اه برايمر ممتاز اوبتمال وبفر اوبتمال كل شي تمام لكن عزي تشوف الانزايم اكتيفتي اوكي فممكن تحط وكذلك ممكن تعمل انه لكن ما فيش عندي انا اه التمبليت هدا بسموه يعني انبوبتين عساس تضمن انه بالفعل يطلع اعطى الو معناته انه الامور اوكي وانه الانزايم في هدا الموضوع هدا مقتصر لحكي هنا انا عندنا صورة بوضح لي انه عندك انت لعدة اه بشكل او باخر لانه انت عارف هنا كل واحد اه لنكت عندنا موجود تمام طبعا هنا بالنسبة الوضوع الاقروز جيل يعني مش عايز اتحدث به انه انا ممكن اعمل طبعا ما بعد الرن لا نحط العين على الجيل عشان نتأكد انه في عنا برودكت تمام وبعض احيان ممكن يكون عندي برايمر دايمر زي هنا ممكن يكون عندي برايمر دايمر هدا الاصمر الفاهي هدا عبارة عن برايمر دايمر في الرياكشن هدا لكن الرياكشن التاني ممكن ما يكونش في عنا برايمر دايمر لكن مش قضية مش قضية كبيرة طبعا هنا عنا الماركر الليدر قديش بعطيك القطع لانت انت انترستد ان قديش ممكن يكون اللي هو الكيلو بيس تاحة عنا خمسمية تلتمية بيس بير او هلوما جارة اه اه هنا طبعا انت ممكن الجيل نفسه الاقروز ضيف معه اتيديوم برمايت تمام قبل ما تضيف العينة وممكن انت في الحالة هادي كمان تعمل انسيرشن للجيل تاحك في اتيديوم برمايت سليوشن على الوجهين في هذا الامر وزل ما ذكرنا البي سي ار طبعا في الدياغنوزيز مهم تمام سوى كمنا نعرف تشيك ابلى لوكيميا لينفوما في انواع ماليجنانسي هدا امور طبعا يستخدمه طبعا اكتر من اللي او انا طلعت على مستوى مورفولوجي تمام اكيد في عنا سنسيتيفتي عالية في هذا الموضوع بدي اشوف انوع من السترين معين للبكتيريا ميكوبكتيريا اشوف موجود عندي او لا هذه كلها عبارة عن اشياء احنا ممكن نستفيدها من خلال البي سي ار احنا هيك ان شاء الله بننهي المحاضرة هذه لمحاضرة تانية جاية اخر ان شاء الله هنتحدث فيها على بعض من اوجه البي سي ار بي سي ار بي سيك تكنيكس السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة